هي من الأطعمة هي كلش في الكمية وطريقة الطهية هي من الأطعمة الصحية يعني ما حتى الدوارة لأنه كان كتير كلام يقولوا على الكوليستيرول وهي في الحقيقة المشكلة ما يكملش في الكوليستيرول قد ما يكمل في ما يسمى بالتريغليسيريت يجب أن نتبهه الكوليستيرول يقدر يكون بارئ من هذه الاتهامات التي أوجهت له كتير يعني صح ما يجبش الكوليستيرول يطلع كتير خاصة ما يسمى هكاين الأشديال والألديال خاصة الكوليستيرول ما يسمى بالسيئة وهي في الحقيقة ما كاش كوليستيرول سيئ وكوليستيرول نح ولكن يعني نتبهه يقدر يكون مثلا هذا المشروب الغازي اللي فيه سكريات بزاف وكثير من الخبز إلى آخره هو اللي راح يأثر ويديرنا تريغليسيريت أكتر أكتر من اللحوم لأن الكوليستيرول اللي راح يجيبه اللحم في يوم العيد يقدر ليكونش خاطر يعني لأننا راح نتعاني مشي أنها عام كامل وحنا نتناول أغذية غير صحية من سكريات ومن فريت إلى آخره عام كامل في العيد نحرموا أنفسنا نعم حجة الكوليستيرول حجة الكوليستيرول هذا هو المشكل اللي راح يطلح